شكرا أنكم طبعا معانا النهاردة للحديث أكثر عن ذكرى الثورة السورية وسؤالي الأول المتوجه ليك أستاذ بسام العيسامي يعني يقول البعض أن استمرار الثورة حتى يومنا هذا وأنها لم تنتصر من أستانة الأولى لكننا نحتاج لعشر ثورات أخرى حتى يتم التخلص من عقلية البعث وتطرف الذي مارسه النظام فما أعطى عليك على هذا الكلام بدأ المساء الخير لك وإلى السادة المشاهدين وإلى ضيفك الكريم سيدتي الثورات هي قد لا تنتصر من السنة الأولى أو السنة الثانية قد يتغير رئيس ولكن قد تتغير سلطة ولكن النظام حينما نقول نظام يتغير النظام النظام له بنية تدخل بكل مفاصل المجتمع بنية ثقافية بنية استبدادية متكاملة تربط كل حلقات المجتمع بخيوط استبدادية لذلك لو حتى رحل النظام ورحل رئيس النظام تبقى هذه البنية التي تحتاج لتنظيف لتبرئة هذا النظام الاستبداد من تشوهات الاستبداد جميعها واستعادة الوطنية واستعادة الدولة التي تكون لكل مواطنها لذلك الثورة السورية يا سيدتي حينما بدأت أفرزت قيادات وأفرزت هذه القيادات التي كانت قيادات شبابية وغالبية هذه القيادات كانت طلاب جامعة ومتقفين ومتنورين النظام شعر بالخطر من هذه الفئة التي استطاعت أن تحدد هوية الثورة استطاعت أن تحدد الهوية المستقبلية لسوريا حينما قالت الشعب السوري واحد ديمقراطية وحرية وعدالة الدولة غير المؤدلجة الدولة التي تكون لجميع مواطنيها حددت هذه الخيارات ولكن النظام شعر أن الخطر يأتي من هكذا فهم وهذا كذا وعي الذي يغير النمط الثقافي الذي رسخه نظام الاستبداد تشوهات الاستبداد هذه فلذلك كان التركيز على ضد هذه الطبقة ضد هذه الشريحة التي هي التي قامت بالثورة وحددت خياراتها فنحن من لاحظ أنه بسنة 2011 لآخر سنة 2011 تقريبا كانوا المعتقلين 60 ألف معتقل من 60 إلى 70 ألف معتقل أكثر من 80% كانوا طلاب جامعات ومثقفين وكانوا شباب يعني من الشباب الذي ينتمون إلى الحداثة وينتمون إلى المفاهيم الجديدة للدولة العادلة وهم الذين ثاروا ضد الاستبداد وحينما انتهت هذه الطبقة حينما انتهت هذه الشريحة التي قامت بالثورة جاءت مجموعة من السوريين هناك سياسيين هناك معارضين لهم يعني موقف وكان لهم نضالات كبيرة وهناك من تسلق على الثورة وجاء يعني نزل علينا بالبالون من بوقت فبالتالي عمليا من جاء للثورة رغم أنه إذ جاء ليس ببرنامج الثورة وليس بخيار الثورة وليس بما طرحته الثورة فمن جاءوا بالثورة هن ينتمون إلى برنامج آخر ليس من برنامج الثورة واستطاع النظام الحقيقة أن يحرف الثورة لعدم قدرة المعارضة على أن تجسد فعلا خيارات الثورة على أن تلتقي على أن تنتج برنامج على أن تستقرأ تماما ما هو النظام وكيف يمكن أن تبكك النظام وكيف يمكن أن تحافظ على القرار الوطني المستقل نعم طيب نتجه بسؤالي الثاني للأستاذ عمار الوهب يعني أستاذ عمار قامت التنصيقية في فيينا بالأمس بتنظيم المظاهرة في ساحة حقوق الإنسان وطبعا يعني أنا شخصيا كنت من حضور هناك ولفت انتباهي لحضور الكثيف لسوريين يعني هل دي رسالة على أنه لا تراجع حتى تحقيق المطالب بداية المساء الخير لكي والإدارة الانتقراء وللأستاذ بينام صديقنا بالذكرة السنوية يعني تواجد العدد الأكبر يعني من السوريين بشكل طبيعي لكن البارحة بشكل خاص ونتيجة تردد الأوضاع في الداخل السوري وفي مناطق اللجوء في دول اللجوء المجاورة طبعا عندما نتكلم عن الداخل السوري لا يعني نخص مناطق النظام فقط في مناطق الجيش الوطني أو مناطق أسد أو المناطق الأخرى صار حصلة موجة لجوء جديد يعني في بعض الشباب اللي كانوا متواجدين البارحة لم يتجاوز وتجاوز وتجدوهم التوري أو شهرين يعني في حماس شديد طبعا عند السوريين يعني وطبعا القادم من قلب الحدث مثل ما يعني كما يقال يعني يكون متحمس لساعة أكثر وحامل لهذه قضية السورة أكثر يعني طبعا الحياة لأحيانات في النمسا قد تفرض بعض البرود يعني نتيجة الضغوط والأمور هاي يعني أمور الغربة لكن بشكل عام خلال المظاهرات الأخيرة لتنسيقية النمسا منلاحز أنه العدد عبتزايد يعني كل مرة عن مرة يعني وحاليا يعني أمبارحة كان في عدد ممتاز وكان من مختلف المحافظات يعني وتلوم بالحازيج الشعبية كان لدرعة كان لدير الزور وللرقة أو لأدلب يعني فكان كتير المشهد جميلا أمبارحة شكرا نعم أستاذ بسام ما هو تقييمك للمعارضة السياسية خاصة أنك يعني كنت يوما منها أو ما زلت وزءا منها نعم سيدتي مع الأسف فشلت المعارضة السورية في أن تمثل خيارات الثورة وجوهرها مثلت فشلت في أن تكون وفية لدماء السوريين وهذا طبيعة الثورات يا سيدتي يعني الثورات حتى نكون يعني ما نفهم غلط الثورات لابد أن يعني تسيروا باتجاه انتصارها ما في ثورة تشلت بالعالم فالثورات بالتالي تنجح لكن حجم الطبحيات والمد الزماني الكبير يعني الثورة الفرنسية هي التي فتحت صفرا في تاريخ الإنساني استمرت لمية سنة حتى تركز حتى يعني تبتت ركائز الحرية وبالتالي فرضت شيئا جديدا على المستوى الكوني الثورة السورية قد لا تحتاج لهذه الفترة لكن تبين يا سيدتي إن من عاش في ظل الاستبداد هذا النظام النظام كما قلنا هو أطبق على المجتمع وفتت العمارة المجتمعية وبالتالي يعني أنتج المجتمع الرعوي وهذه المجتمعات التي عاشت في حالة السكون حتى المعارضة السياسية عاشت مع المجتمع في حالة السكون فعندما تحرك المجتمع لن تستطيع أن تتعامل معه فشلت في الاستقراء فشلت في فهم النظام فشلت في يعني أين تكمن قوة النظام حتى تعمل على تفكيكه وأين تكمن يعني نقط ضعف وأين ضعف النظام حتى يعني تستغل هذا الضعف لتبني قوتها الحقيقة المعارضة فشلت إلى الآن ولكن من أنا بتصوري المعارضة التي كما قلنا هي كما بدأت بالتنسيقيات وبدأت بالشباب انتقلت إلى المعارضة الكلاسيكية والمعارضة التي أتت على عجل تشكلت على عجل وكانت هذه المعارضة هي عبارة عن منتج إقليمي ولم تكن منتج سوري وهذا واضح تماما من المجلس الوطني المجلس الوطني حينما تشكل لم يكن ينظر كيف يسقط النظام وإنما كان ينظر كيف يمكن أن يحل محل النظام ويتوازع المنافع لم يكن هناك رؤية قادرة على فعلا أن تدخل إلى عمق الأشياء وعمق الحدث التاريخي وعمق هذه التحولات لتستطيع أن تكيف هذه التحولات لصالح الثورة السورية كانوا ينظرون إلى المسألة من يعني من السطح عندما نقول سطحية يعني كيف ذلك يعني مثلا تأتي دولة أي ثورة في العالم أي ثورة في العالم لابد أن يكون هناك تدخلات من قديم الزمان وبالتالي كيف في هذا الوضع الذي أصبح يعني العالم كله قريكوني هناك في تدخلات لأن الدول الأخرى خاصة الدول الإقليمية سوف تتدخل لحماية مصلاحة على الأقل فيما إذا أي تطورات أو تغيرات في المشهد لهذه الدولة أو تلك بدأت تحاول أنه تضمن مصلاحها أو على الأقل يعني تخفف من خسائره فبالتالي المعارضة السياسية كيف يمكن أن تعمل من يمثل الثورة يجب أن تفهم النظام علاقات النظام يعني هذا النظام الذي نسج خيوط قوته من خلال النظام الإقليمي وبالتالي أدى دور وظيفي فما فهمت هيك فهمت أنه أي دولة بتجي بتساعد بتقول تدخل على الخط إذا ما عنا رؤية وما عنا برنامج سوف تتغوئ ولهذه الدولة وسوف يتحول المعارضون لعدم فلاكهم البرنامج إلى أدوات بيد هذه الدولة أو تلك ومن هنا يا سيدتي يعني مثلا نفرض دولة ما طرحت هي أكيد في إلى مصالح ومن حق أن تحفظ مصالحها فطرحت مثلا أو تقدم المساعدة للمعارض السوريه طيب إذا نحن من ننظر لهذه الدولة أو تتشفوه شو مصلحتها إذا من ننطلع طيب هي بتساعدة شو مصلحتها إذن هاي الدولة المحيط العربي كله ليس هناك دولة ديمقراطية ليس هناك نظام تداولي فبالتالي إذن في إلى مصالح يجب أن نفهم المصالح مصالح الدولي ما هي مصالحة؟ ربما مصالحة ربما من خلال الوضع الإقليمي التغول الإيراني إلى آخره أن نفهم مصالح الدولي وأن تفهم الدولي مصالحنا والحد يجب أن يكون عندنا القدرة الحد الذي لا يمكن أن نتناسل عنه الحد الذي ينسجم مع الوفاء لطبحيات السوريين الوفاء لمستقبل سوريا الوفاء لماذا نريد نحن الوفاء للثورة لأننا نريد أن ننتقل من نظام إلى النظام فبالتالي كان في الجهل الحقيقة حتى كان الجهل بالتصور لأنه دائما يعني لا يمكن أن نجزئ الثورة ونقول لنسقط النظام وعدين وانتفق فإذا دائما حينما تقوم الثورات هي تطمح لأن تبني واقعا جديدا هي تحطم الواقع القائمة الثورات هي تحطم لما هو حاصل لما هو حالي فتحطم هذا الوضع لتبني واقعا جديدا سمحني أستاذ بسام عفوا المقاطعة يعني أتوجه بس بالسؤال للأستاذ عمار يعني ما تعليقك على فشل المعارضة السورية المعارضة السورية انقسمت إلى عدة أقشام يعني المعارضة اللي منسميها هي المعادرة الرسمية اللي ممثلة بالاقتلاف هي انخفض في مسألة الإطلاعات ومسألة اللجنة الدستورية يعني صار في دقلة في تفاهمات معينة أو في زراء مثل ما يقول يعني حارهات أو دخلات ما هي المفروض أنه تدخل فيها يعني مخالفة للقرارات الدولية اللي هنه 2, 2, 5, 4, 4, 2, 1, 8 وباس ريان جنيف يعني وقت عندما دخلت روسيا بالـ 2015 بالطيران وساعدت النظام حين كان ساق يعني كان ساق أو يعني في هذه اللحظات فرضت مؤتمر أستانا ومؤتمر سوتي وطلبت من المعارضة أنه يشاركوا فيه وطبعا هنه شاركوا ونحن بعض لاحظوا وكانوا لكن بالأخير يعني للأسف نقطع الاتصال مع ريجا تاني تفضل أستاذ عمار تتابع المعارضة المعارضة اللي اللي انزاحت مثل ما بقول يعني انحصلت على طرف أو كم فهي ما زالت تعمل لكن لا يوجد تسليل ضم يعني يوجد العديد من المبادرات موجودة في أوروبا تضم مئات الشخصيات لكن كونها غير معارضة رسمية هاي ما تقدر توصل طيب أستاذ عمار يعني ننتقل لنقطة أخرى يعني إلى أي حد ترى أن القوات المحسوبة على جماعات إسلامية أساءت للثورة السورية أما أنك تنسف هذه الفرضية يعني يعني هلأ نحن بالواقع منذ تشليح الشورة هذا يعني استفاد النظام من هذا الموضوع بقض النظر عن الفصائل التي رفعت الرايات الإسلامية أو الفصائل التي رفعت الرايات المتقلية يعني أو الرايات الطائفية يعني هذا الشيء وجد أنه وجد في شمال شرق سوريا ومجد في شمال سوريا المسألة مسألة هي أزت السورة بشكل عام لكن في بعض الظروف كان في مسألة يعني كان في جباري أنه يكون في دفاع للنفس لكن الفصائل العطلة والتسليح واللي هذا طبعا التسليح لعبت فيه دور الدول الأقليمية بشكل كبير وحتى الدول الكبرى يعني حتى أنه النظام قدر يرد بشكل أكبر يستفيد من هال زارة هاي وقدر أنه يستجلب قوات أكتر وحتى سندته مثل ما حكينا قبل شوي روسيا يعني يعني مع الأسف عندك مشكلة في الاتصال أستاذ عمار صوتك بيقطع يعني أستاذ بسام يعني إيه رأيك برضو في أن الكوة المحسوبة على جماعات إسلامية أساءت للثورة السورية يا سيدتي النظام نحن قلنا أنه حينما قامت الثورة قامت نقية قامت الثورة بيضاء قامت الثورة غير مسلحة قامت بشعارات جامعة سطعت أن تنتد إلى كامل الفضاء الوطني السوري كانت حددت هوية سوريا حينما حينما هتفوا واحد واحد الشعب السوري واحد ويعني كما كانت الثورة السورية الكبرى حينما أتوا الثوار وزعماء الثورات من حلب ومن دمشق ذهبوا إلى سلطان باشا الأطرش وهذا دليل على وحدة السوريين شكلوا هوية سورية وحدة بغض النظر عن الطائف بغض النظر عن أي مسألة عن أي اعتبار آخر غير السورية وحينما قامت الثورة قالوا واحد واحد الشعب السوري واحد وهو هوي هو هوي للسوريين هوي للثورة السورية كيف يمكن أن تكون سوريا ماذا تريد الثورة من سوريا أن تكون سوريا واحد واحد الشعب السوري واحد بينما النظام خرج أنصار النظام يقول الأسد أو نحرق البلد يعني بين الشعارين فبالتالي النظام إذا في التمسك في الوطني السوري وفي الهوي السوري من قبل هاي الثورة ومن قام بالثورة ومن فجر الثورة عمد على أن يحرفها فالانحراف الثورة ماذا عمل كان عنده خطط عند المعارضة لم يكن هناك خطط بعد انقضية بالسجون وبالمعتقلات والموت تحت التعذيب لهاي الشريحة اللي قلنا عنا وبالتالي جاءت المعارضة والنظام بدأ يركز على البعد الطائفي حتى يتجاوز أو حتى يقفز على الجدر السياسي الذي فجر الثورة وهو التناقض بين نظام طاغ وباغ قامع مجرم وبين شعب يريد الحرية بالتالي التحميل الصراع على رياد ديني هي تفتيت لحالة الثورة السورية ضمن الحدود السورية وبالتالي سعي للأسلمة وكانت خاصرة المعارضة ورخوة وبالأساس يعني نحن مجتمع متدين كان على المعارضة كيف يمكن أن تمسك الخيوط بيدها ويعني تحتسب لما يريد النظام فهي انساقت بانساقت كما يريد النظام وبأسرع ما كان يريد النظام وبالتالي هذا أنا قلت التدخل يعني عمليا أنا من هذه المسألة يعني قلت أنه حينما قلنا إسقاط النظام وبالتالي يجب إسقاط النظام هو الهدف الاستراتيجي والرئيسي نسقط النظام بعدين منعود نعمل اللي مني هذا الشعار اللي سمح للمعارضة الدافع على النصرة وسمح للمعارضة أن يعني لا تنفر حين البدايات الأولى لداعش والفصائل الإسلامية التي تشكلت التي ليس لها علاقة بالثورة وإنما هناك من قال إن الديمقراطية تحت قدم هذا فهذا يعني ما له علاقة بالثورة فإذن المعارضة فكرت أن هذا المجتمع الدولي بده يسقط النظام لا سواد عيونه وبده يقدمه على طبق من فضة ويقول لا تعيش سن من الحكم فبالتالي هذا عدم القدرة على استقراء الوضع وكيف يمكن أن تدير التقود الثورة وكيف يمكن يعني إذا النظام أحيانا ممكن أن يقال يا أخي النظام هو نظام استخدم الجيش واستخدم الأمن وهو الذي بدأ بالسلاح والناس بدأت دفع عن بعضها صح؟ طيب كان هناك في انشققات للجيش الحر يوم من ان انشقوا كان في المعارضة قادرة أن تفرم نفسها ممثلا سياسيا وتقول لكل الدول أنه نحن الممثلين ممثلي الثورة فلذلك لا نقبل إلا أن يكون هناك مؤسسة عسكرية وعية من مختصين ولا يمكن أن يدخل السلاح من هنا وهناك ولا يمكن أن يكون هذا التسليح الاعتباطي الذي وجد تسليح فوضوي الذي وجد قوات مسلحة وعناصر وميليشيات وكتائب وفصائل بعدد أنجم السماء فهذه المسألة التي قاد النظام إليها ونجح النظام في ذلك وبالتالي نجح نتيجي لعدم قدرة المعارضة السورية على الاستقراء السياسي وعلى قيادة الثورة تلتزم بخياراتها وتلتزم بجوهرها وإنما أنا قلت عمليا عدم قدرة المعارضة التي تبوأت القيادة أو تبوأت المراكز القيادي في الثورة السورية لم تبني برنامجا وطنيا إلى أين ذاهب وما هو برنامج يعني ماذا نريد من سوريا المستقبل كيف يمكن أن نبني برنامج وطني قادر على حمل مشروع وطني مشروع وطني حضاري لسوريا المستقبل سوريا الديمقراطية سوريا أن تكون لكل مواطني هو كيف يمكن أن يكون هذا المشروع هو البوصل إلى الاستبعاد أي شوائب قد تدخل وقد تتسرب إلى مفاصل الحدث السوري وبالتالي تسرطن الواقع السوري كما جرى سرطنته وخرج عن السيطرة الحقيقة والمعارضة أصبحت هي أدوات المعارضة الرسمية وأنا أقول هي أدوات على مسارات مصالح الدول وبالتالي هي تعبيرا لمصالحها وفقدت قرارها وفقدت استقلالية القرار الوطني وبالتالي هذه المعارضة أصبحت جزء يعني قدر النظام بسياسة النظام وبغباء المعارضة قدر أن يعيد إنتاج المعارضة لأن تكون شبيهة مع النظام فالثورة هي الانتصار على المعارضة وعلى النظام لا يمكن أن تنتصر الثورة في هذه المعارضة لأنها ارتبطت بحالة التعطيل وبحالة الألم يعني هي كانت معبر لكل الألم الذي تلقاه السوريين وإذا قلت يا سيدتي في وقت بالحلقة نرجع لنقول كيف تعاملت مع جنيف واحد كما أشار ضيفك مع جنيف واحد كيف تعاملت وكيف تعاملت مع القرار 2254 وماذا يعني الحقيقة كان في هناك فشل ليس فشلا وإنما جهلا يعني جهلا بأبجديات السياسي كانت جاهلة الحقيقة بالتعامل مع الحدث فلذلك فهي أصبحت عالة على الشعب السوري وعالة على الثورة السورية وهي المعبر كما قلت الذي ينفذ المجتمع الإقليمي والنظام والدول المتدخلة سمومها إلى الثورة السورية نعم أستاذ بسام ننتقل للأستاذ عمار أصبح الاتصال جيد مرة أخرى أستاذ عمار تحب تضيف شيء؟ يعني أنا آسف لمسألة الاتصال أنا بحب أضيف في موضوع التنسيقية والعمل في أوروبا طبعا أهلنا في الداخل حاليا رغم كل الظروف الصعبة والظروف المؤلمة وحالة الفقر والمتقع لا حول لهم ولا قوة ما زالوا يحاولون الخروج واللجوء من هذا المستنقع اللي وصلت له البلد أنا بدعو كل السوريين الموجودين في أوروبا بغض النظر عن أي اتجاهاتهم إلى بزل كل جهودهم يعني في دعم الثورة السورية بأي منظمة كانت طبعا نحن في المعدل اللي كان لهم دور في فصائل مسلحة أو في تهجير أو هدر دم السوري يعني المتواجدين هو أنه يتنظموا يكونوا موجودين إن كان مع التنسيقية إن كان مع بغض النظر عن التسمية لكن أنه يكون موجودين ويدعموا السورة السورية الضغط على الدول الأوروبية وعلى المنظمات الدولية بيولد نتيجة ما قدرت تعملها المعارضة لكن الشباب السوري هذا اللي شفنا أمبارحة نحن بالتظاهر بالتظاهرات الشباب اللي بعمر الورد هن اللي ممكن يحقق النصر ويسقطوا النظام من أوروبا بالتعاون مع المنظمات الدولية وعن طريق القرارات الأممية شكرا أخيرا أستاذ بستام تحبت تضيف شيء؟ نعم سيدتي إذا وقت في وقت يعني بدي بس منشان الثورة هي ماضية ما في ثورة بالتاريخ لأنه هاي حركة الشعوب وبالتالي منطق التاريخ ومنطق الحق هو الثورات ستنتصر ولكن قد تكون الكلاف غالي لكن يا سيدتي أقول لأنه استعرضت إلى القرارات الدولية استعرض زميلي عن جنيف وعن قرار مجلس الأمن 2254 وكيف تعمل المعارضة صدر بيان جنيف كما نعرف في 2012 وعند ثلاثين عزائلين 2012 وهو وضع تصور العملية السياسية أنا ما بدي أدخل بكل تفاصيل لكن بموجز بدي أقول أنه يعني قالت مجموعة العمل تلتزم مجموعة العمل بتسهير عملية سياسية بقيادة سورية وتفضي إلى عملية انتقالية ما إلى آخره هي يعني تحقق المطالب المشروعة أو للسوريين وقالت أي تسوية يجب أن تقدم للشعب السوري عملية انتقالية تتيح منظورا مستقبليا نتشاطره كل السوريين وللوصول إلى هذا المنظور لابد من خطوات مضموطة زمنيا وهذا جاء بقرار ببيان جنيف واحد إذن مضموطة زمنيا أي تسوية سياسية يجب أن تكون مضموطة زمنيا وغير مفتوحة بيجي القرار 2254 وهو القرار الذي فصل بالعملية وضع الفكرة جنيف إجا القرار 2240 فصل بهذه العملية بمنطق جنيف واحد وقال إنه هاي العملية قسمها ثلاث مراحل قال مثلا يعرض مجلس الأمن عن دعمه لعملية سياسية بقيادة سورية تقيم في مرحلة يعني مستهدة في مدة ستة أشهر حكومة انتقالية أو حكم انتقالية فبالتالي تشكل هيئة يعني العملية السياسية تبدأ بتشكيل هيئة حكم انتقالي خلال ستة شهر فترة مستادمة ستة شهر وتضع وهيئة وهيئة يعني هيئة الحكم الانتقالي وتضع جدولا زمنيا لصياقة الدستور على أن تجري انتخابات على هذا الدستور الذي سوف تنتجه الهيئة هيئة الحكم الانتقالي من خلال اللجنة أو الجمعية التي تصدر الدستور خلال 18 شهر إذن حدد العملية السياسية مراحلها الثلاث هيئة حكم انتقالي دستور وحدد المرحلة الأخيرة اللي هي انتخابات بعد أن يصدر الدستور وبالتالي أيضا حدد المتزماني لهاي المراحل لهاي المراحل 18 شهر جاءت يا سيدتي جاءت وبيان جنيف حتى بيان جنيف قال للبدء في العملية السياسية لابد من أن يكون هناك خطوات تنفيذية يجب على الأطراف تنفيذة حتى يكون في عملية سياسية ما هي؟ إذن هي مبادرتكو في عناد يعني الإفراج عن المعتقلين فك الحصار عن البلدات المحاصرة السماح بالتظاهر السلمي كل هالمسائل اللي يعني ما بدي أني أذكرها لأنه ما بدي طول عم اختصر عنه فبالتالي دخلت المعارضة المفاوضات دون برنامج زمني والنتيجة الصفرية بعدها جاء 11 سنة وبعدين بالتالي سيدتي حينما جاءت يعني جنيف دخلت دخل بالأول اثلاف بال2014 بال2015 بآخر 2015 جرى مؤتمر الرياض وواحد بناء على تكليف السعودية من مؤتمر جنيف الذي حدث في ال2015 وبالتالي انتج هيئة هيئة المفاوضات الهيئة العليا المفاوضات وكان رئيسا رياض حجاب الدكتور رياض حجاب وكان في بشهر الاول من 2016 بتسعة وبعشرة كان في اجتماع جنيف تلاقي ذهب رياض حجاب الى الاجتماع وفعلا رياض حجاب تمسك كان هناك في غزول حلب من قبل النظام ومن قبل روسيا قال انه لا يمكن ان نبدأ بالمفاوضات دون ان يقف القتال دون ان تنفذ الشروط الانسانية وهي المقصود بشروط الذي وضعت كاجراءات تنفيذية لتبدأ العملية السياسية وقال اذا ما توقف القتال ولن يوقف ولن يخرجوا المعتقلين ووى الى اخره وانسحب من المفاوضات انسحب من المفاوضات لكن رجع بـ 23 شباط بجنيف اربعة وبالتالي يوم نرجع لجنيف اربعة دون ان يتحقق شيء يعني المسألة انا لا اشكد وبالتالي انا اقول كيف يعني كيف لمعارضة لا يمكن ان تتمسك بذلك تروح تقعد ببيته اجعلها مقتمع على جنيف اربعة على مفاوضات جنيف اربعة ووقتها طرح ديمستورا السلال الاربعة وبالتالي السلال الاربعة هي تفتيت للقرار الفين ومتين واربع وخمسين وهي تفتيت للمراحل الثلاث لماذا قلنا المرحلة الانتقالية يجب ان تكون بالاول والقرار الفين ومتين واربع وخمسين قال أنه المرحلة الانتقالية هي يعني ضروري أن تكون مرحلة الانتقالية هي التي توفر البيئة الآمنة لعملية الانتقال السياسي لحراك العملية السياسية العملية الانتقالية هيئة الحكم الانتقالي حينما تمتلك كافة الصلاحيات التنفيذية كما حدد القرار 2054 ماذا يعني هذا؟ يعني هذا أن تستلم صلاحيات رئيس الجمهوري بالكامل أن تستلم صلاحيات الحكومة بالكامل أن تضع يدها على السجون أن تشل يد رئيس الدولة حتى لو ظل ما بيعود فيه له قدرة لأنه يعتق الواحد ولا أنه يعني يؤمر ولا له سلطة على الأمن ولا على فروع الأمن فإذن بدأت المرحلة الانتقالية حينما قال أنه هذه المرحلة الانتقالية تهيئ لحراك العملية السياسية لأنه النظام لا يمكن أن يهيئ البيئة لإسقاطه فبالتالي نحن قبلنا وقبلوا بالسلال وقبلوا بتجزئ السلال وبالتالي من هنا تسربت اللجنة السورية يا سيدتي هذه المعارضة هي الحقيقة كارثة على الثورة السورية كارثة على السوريين فبالتالي لابد للسوريون لابد للسوريون من إنتاج من إنتاج لحم وطنية جديدة يعني لون وصلتنا هذه المعارضة وصلتنا لنحن ثلاث مناطق وأربع حكومات أربع سلطات أمر واقع وبالتالي هذه المسألة إذا لم يكن هناك إذا لم يعيش الشعب السوري لإنتاج بدائل بدائل تكون قادرة على حمل مشروع وطني قادرة على إعادة فضاء الوطني قادرة على أن تنتج يعني قادرة أن تعود لتشكل وحدة وحدة سورية شراك سورية لنخرج من هذا المأزق ومن هذا المنحدر الذي انحدرنا إليه وإلا سوريا يعني ذاهبة باتجاه التقسيم وبالتالي هذه المناطق التي نعم نعم دقيقة دقيقة هذه المناطق يعني أصبح بحكم بحكم المستقلة إذا قلنا مع المد بده يعني تتحقق مصالح من هذا الانفصال وبالتالي العودة لدمج سوريا وإعادة المناطق ربطة مع بعضها بصير أكثر صعوبي فلذلك أنا أتمنى أن يعيش السوريين وكل المثقفين وكل القوى الوطنية لخطورة الوضع وبالتالي لشكلوا البديل الوطني لهذه المعارضة الذي يمكن أن يحمل الثورة ويكون أمينا لهذه الثورة ولمرحلة انتقال السوريين كفى تضحيات كل هذه التضحيات التي قدمت يجب أن ننتقل ويسقط هذا النظام المجرم الذي ليس له مثيل في العالم بإجرامه وقوة بطشه وبالتالي هذا النظام سوف يرحل إلى مصبلة التاريخ وإلى المحاكم الدولي ليحاكم على ما اقترافه من شراء نعم الأستاذ المحامي بسام العيسمي والأستاذ عمار الوحب عضو الهيئة الإدارية لتنصيقية نمسا لدعم الثورة سورية شكرا لكم كنتم معنا عبر الإنترنت من فينا شكرا 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 الهيئة شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم